رسالة واضحة يا احمد وما كناش محتاجين نقول فيها كلام مرسل او ان احنا ندعي لان كل شيء موصق واحيانا الاشياء الموصقة بتكون مؤلمة ان احنا نشوفها بتحصل من ناس مفترض لهم تاريخهم ولكن موضوع الضمير بياخدنا لحاجة تانية وقضية اخرى برضو صحافة واعلام اه قضية اخرى استاذ اسامة خليل ضيف دائم عند كابتن متحد شلبي قد يكون كواليس الاسباب ما لناش دعوة بيها وان كان مش خافي على ناس كتيرة جدا ومن حقه يظهر في اي بنامج يتحدث كما يشاء ولكن يتحدث بالمنطق ويتحدث بما يليق بالنادي الاهلي واللاعبين الكبار في النادي الاهلي اللي لهم تاريخ نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب انت النهاردة بتتكلم على ان النادي الاهلي عايز جدد لعيب الكبار كابتن شريف اكرامي والكابتن وليد سليمان حسام معشور حسام معشور انا طبعا هم قيم وادوا النادي هكتير بس ما يخدوش منه بعد ما تدوله هو بيتكلم عن التجديد لللاعبين الكبار في النادي الاهلي قال جملة غريبة قوي بيوحي ان التجديد ليهم هيكون قرار خاطئ وجد نظر لو فنية ماشي ولكن الحديث عن فكرة ادوا النادي الاهلي كتير اقوى لعيبة كبار بس مش عشان يدتوا النادي الاهلي تيجوا بقى تاخدوا من النادي الاهلي اشارة فيها اسقاط ما ينفعش يتقال على اللاعبين دول ولكن لو حضرتك مش متابع نقول لك لاعب زي وليد سليمان الموسم الحالي اللي حضرك بتتكلم عن اللاعب لاعب 579 دقيقة مع النادي الاهلي في الدوري او دوري ابطال افريقيا سجل ثمان اهداف بواقع خمس اهداف في الدوري وتلاتة في دوري ابطال افريقيا بمعدل واحد وربع هدف لكل 90 دقيقة ده رقم فني يخلي اي حد عنده قدر ولو ضئيل من فهم كرة القدم لا يجرؤ ونتحدث ان اللاعب ده لو جدد يبقى بياخد من النادي حاجة مش حقه نتحدث عن حارس زي شريف اكرامي حارس دولي حارس له طريقه فيلر بيستحبه حتى وهو مصاب لانه حارس لسقله مش اي حارس في السن ده وبالخبرات دي تقدر تقنعه وانا بقولها صراحة انه هو يقعد احتياطي احنا بنتكلم بصراحة ولكن انه يقبل لان ده قواعد النادي الاهلي وهو عارف بيها يكون موجود احتياطي لحارس ايضا هو حارس مميز وواعد لانه هو عارف ان ده دور من ادوره في النادي الاهلي ونيجي لها حد بيرميله حتة انت اه قاعد احتياطي وبص بقى الحتة دي ويبقى بتتجامل لو جددوه لك دي رسالة مليئة بالخبس وملئة بفكرة ان انت بتوجه اللاعبين اللي احنا عارفين ان رسالتك ليهم ليس لها قيمة في المعنى ده تحديدا والاهم بتتحدث عن حسام عشور لاعب لابد ان يخرج من الباب الكبير اتناشر دوري بيعادل بيهم نادي الزمالك وان خرج وهو ده شيء فني سيخرج ان شاء الله بالدوري التلاتاشر ليكون هو اعلى من احد الاندية المنافسة وهو نادي الزمالك تحديدا اللي عنده اتناشر دوري وان شاء الله حسام عشور هيحقق الدوري التلاتاشر مع النادي الاهلي هو حسام حسن بما انك ذكرت الكابتن حسام حسن هو اللي احرز الهدف الوحيد في السوداسية اللي احنا كنا بنتكلم عن السوداسيات اللي اثرت بشكل كبير جدا على الكابتن اسامة خليل واللي خلته بعد المباراة يبكي قهرا على هزيمة كبيرة جدا ربما تأثرها حتى هذه اللحظة في تصرحاته تجاه النادي الاهلي باستثناء فترة وجيزة كان كابتن اسامة خليل حمامة سلام الى حد ما كان كابتن اسامة خليل بيرى بشكل مناقض تماما لما يراه الان كان شايف ان تكريم اللاعبين القبار اللي بيدوا تاريخ للنادي الاهلي ده امر واجب يتبعوا النادي الاهلي ومش هنروح بعيد هنروح زي ما احنا بنقول دايما بكلامه هو ورد هو على نفسه بس في لحظات صراحة او لحظات مصلحة او لحظات مسببة نخلينا في تعليق 24 نوفمبر 2016 الكابتن اسامة خليل كتب عن قضية التجديد لعماد متعب والكابتن حسام غالي الكابتن عماد متعب والكابتن حسام غالي قال ورغم انه لم يدخل في صدام مع اللاعب فانه اوصى بعدم التجديد له ده كان بيتكلم عن مارتين يول وازمته مع عماد متعب بيقول ورغم ان هذا القرار لا هوى عند البعض الا انه لم يلقى نفس القبول عند بشماند اسم حمود طاهر رئيس النادي الاهلي السابق الذي رفض الفكرة حتى وان كانت رغبة فنية لها وكانت لديه اسباب اهمها ان عماد متعب من علامات ورموز القرى في الاهلي كلام جميل جدا وان عدم التجديد له فجأة سيدر بالصورة الزهنية لكيان الاهلي باعتباره حضانة لابناء المجدين والمجتهدين الذين طرقوا علامة في تاريخه اعتقد الكابتن شريف اكرامي الكابتن وليد سليمان الكابتن حسام عشور مؤثرين جدا في صنع تاريخ النادي الاهلي ومؤثرين جدا في زيادة شعبية النادي الاهلي مع تريكة وبركات واق الجمعة والاسماء الكبيرة وطبعا كابتن اماد متعب وان من حق اللعب على اقدار النادي ان يحصل على فرصة كاملة وان يأتي قرار الاتزال او اللعب الغير الاهلي نابعا من ذاته وليس بدافع اجباري من ادارة النادي خاصة ان القائمة كبيرة ومتعب لان يعجزها وهنا جاء من يقول ولكن الاهلي قد يخسر مليا احنا هنا بقى قدام وجهة نظر تانية ربما يتبنىها الكابتن اسامة خليل طب ليه بقى تاخد من النادي الاهلي كان رد برضو الكابتن اسامة خليل ان عقد اللعب قد لا يستفيد من الفريق فكان الرد بقى انه ليس هناك جزم بان اللعب لن يكون مفيدا هنا انت ازاي بقى بتجزم على لعيبة لسه رجلها في الملعب لسه مؤثرين مع الفريق سواء داخل الملعب او خارج الملعب زي ما قلنا وكابتن شريف اكرامي وتصرحاته الحاضرة دايما مع ريني فيلر ازاي بتحكم عليه انه هو لما يجدد سنة او سنتين او وطئ فرقان كان يبقى هو مش هيقدم حاجة للنادي الاهلي اعتقد ده رأيك انت دي قناعاتك انت ولكن وقت ما كنت 2016 متواجد الى حد ما داخل النادي الاهلي اعتقد تأثير الستة واحد على حضرتك اللي شفناه بعد المباراة اعتقد وعاد مرة اخرى يتم استعراضه بشكل كبير وموسع بشكل شبه كمان اسبوعي مع الكابتن مدحة شلبي ردينا عليك من منطلق ردك في قضية اللعبين الاربعة نحن 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 نح